طيب اللي وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوية من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تعتقل أشقاء صحفي قتل قبل خمس سنوات بسبب فيروس كورونا شاب يمني يحتفل بزفافه على سطح منزله من أخبارنا المنوعة دولة تعلن القضاء على فيروس كورونا بعد شفاء آخر مريض أهلاً بكم قبل خمسة أعوام اعتقل الحوثيون الزميل عبدالله قابل ووضعوه في المعتقل وما هي إلا ساعات حتى تم قص المعتقل من قبل التحالف سشهد زميلنا ودخلت الأسرة حالة الحزن والكدر في العيش وقبل أيام اعتقل والد عبدالله من قبل الميليشيا ذاتها وتعرض للتعذيب ثم توفي أمس وفقاً للصح ونت متأثراً بالتعذيب وفات والد الصحفي عبدالله قابل عقب خروجه من سجون ميليشيا الحوثي وقال الموقع توفي محمد العزي قابل بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من سجون الميليشيات الحوثية متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في السجن وقالت مصادر محالية للصح ونت إن ميليشيا الحوثي قامت باخطاف محمد العزي قابل في الخامس عشر من إبريل الماضي مع أربعة من أبنائه وهم عبد الرحمن وعبد الرزاق ومحمد وأسامة واختطفتهم قصراً في سجونها السرية ومارست بحقهم أبشع نوع التعذيب النفسي والجسدي ما أدى إلى تردي حالته الصحية بشكل كبير وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية لا زال تحتجز أبنائه الأربعة في معتقلاتها رافضة للكشف عن مصيرهم أو مكان احتجازهم محاولة بائسة لكسب لقمة العيش هكذا يصف المصور التلفزيوني سابقاً محمد خالد المسجدي أربعين عاماً لموقع قناة بلقيس عمله الحالي كسائق وايت مركبة لنقل الماء في العاصمة الانتقالية عدم وعنوان الموقع محمد المسجدي قصة مصور تلفزيوني حولته الحرب إلى سائق وايت يقول موقع قناة بلقيس ماء قرعت طبول الحرب داهم البؤس والشقاء المصور الشغوف بمهنته ومعه عدد من الزملاء ممن استغنت عنهم إحدى القنوات المحلية في العام 2016 لينزلقوا في مجهول البطالة والعوز يقول محمد وبحرقة أصبحنا عاطلين ولجأنا للبحث عن عمل في مجالنا ولم نجد وصل بنا الحال إلى حد العجز عن دفع إجارات السكن ومصاريف عائلاتنا فغادرنا صنعاً تجسد قصة محمد لدى أصدقائه الوضع المأساوي الذي آل إليه معظم الذي آل إليه معظم الإعلاميين من صحفيين ومصورين في البلاد بفعل اختلاف التوجهات والحرب والتي أوقفت حياتهم المهنية كما أتت على أحلامهم دافعة بهم إلى حياة بائسة رغم خبرتهم وتألقهم الطويل يقول المسؤول فيها نبيل الأسيدي لبلقيس أضرار كبيرة طالت الصحفيين والوضع الصحفي برمته جراء حرب متعددة الأطراف أسفرت عن إغلاق وسائل إعلامية وفقدان للأعمال وإيقاف للرواتب المأساة اليمنية هل تتحول إلى كوميديا؟ تحت هذا العنوان كتب سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المشهور في موقع عدن الغد لم أتصور في يوم من الأيام أن يقف اليمنيون هكذا بلا حيلة أمام مأساة بلدهم يغادرون مسرح التاريخ ليسترخوا أمام مجرية الأحداث كما لو أنهم يشاهدون كوميديا لا علاقة لها بحياتهم أو بمستقبل أبنائهم ينغمس الجميع في لامبالات هي نتاج الشعور بأن قضية بلدهم قد صارت بأيدي غيرهم وأن لا حول لهم ولا قوة في تغيير مسار الأحداث وما عليهم بسبب ذلك سوى أن يباركوا هذا التخلي البائس عن المسؤولية ويستسلموا للضوضاء التي يبعثها ضمير مضطرب كل ما يبحث عنه هو قدر من المبررات التي تسمح بالنوم وبالشكوى والبحث عن مسؤول يلقي عليه اللوم لم يعرف التاريخ أن انحسر اهتمام الشعوب وهم يشاهدون بلدهم يدمر ويسير نحو المجهول إلى مجرد البحث عن مسؤول يلقون عليه المسؤولية وتكتفي بذلك هذا هو الوضع الذي تتحول فيه المأساة إلى كوميديا والكوميديا هنا هي الملهات التي يغرق فيها القادة المهزومون شعوب لتوطين الهزيمة في وعي المجتمع ليسهل تشكيله بمقاسات التسويات التي يسعون إليها الأحزاب والقوى السياسية هي صدارة المسؤولية ولن تعفى من هذه المسؤولية ترى من قادر اليوم على رجل الجسد وإنعاش الذاكرة بأن اليمن كان مشروع وطن لن يدخل أبناؤه بالتضحية من أجل الوصول إليه النقطة الجوهرية هي التمسك باليمن كوطن وليس كغنيمة لأي قوة متى ما تعظمت هيمنتها هذا هو المسار الذي طالما أفرغ تضحيات الناس من هذا الهدف السامي وهو الذي تتشكل في إطاره الكوميديا كلما حلت المأساة بهذا البلد العظيم وهو المسار الذي يجب التخلي عنه هلآن الأوان لإحياء الحركة الوطنية من سباتها بمجموع ما باتت تشكيله من قوى في مواجهة المشروع الاستعلائي على الوطن وعلى حرية أبنائه وحقهم في تقرير خياراتهم بحسب موقع المصدر أولاين فقد تسربت نسخة من قرار أصدرته السلطات الحوثية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة يميزون فيه من أو من وصفوهم ببني هاشم عن اليمنيين وعامة المسلمين وبحسب النسخة التي نشرها ناشطون على وسائل التواصل فقد أصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بشأن تلك اللائحة مكونة من عدة أبواب وفصول في ثمانية وثلاثين صفحة المواد التي أثارت الجدل جاءت في الباب الثالث جاء فيها بحسب الموقع أنه يوجب الخمس عشرين في المئة من الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب ويضيف الموقع سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قرارا بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية صلت موقع عالمي متخصص في البيئة والكائنات المهددة بالانقراض الضوى على شجرة دم الأخوين التي تمتاز بها جزر أرخب السقطرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي وأشار بحسب يمن منتر إلى وجود دراسة اقترحت تصنيف شجرة دم الأخوين ضمن ما يسمى الأنواع المظلية لدورها في الحفاظ على البيئة وضف الموقع هي حالة نادرة كون الأنواع المظلية غالبا تكون من الحيوانات ويطلق مصطلح الأنواع المظلية على الكائنات التي تشارك بشكل غير مباشر في الحفاظ على العديد من الأنواع الأخرى على مستوى محيطها البيئي وبحسب التقرير فإن أشجار دم الأخوين وموطنها سقطرة من العجائب التطورية في مملكة النبات إذ يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثين قدما وتعيش حوالي ستمائة سنة وتنتج شجرة دم الأخوين نبتة تشبه التوت إضافة إلى مسحوق الزنجفر الذي يستخدم منذ عدة قرون في كل شيء من الطب إلى أحمر الشفاه وحتى لطلاء آلة الكمان الموسيقية الإمارات كل هذا الفشل تحت هذا العنوان كتب الأردني معن البياري مقاله المشهور في صحيفة العرب الجديد مضيفا في جزء من المقال عندما يكون في وسع حكومتي الصومال وفلسطين أن تفقع تورم الذي تصنعه أبو الظبي لنفسها فذلك يعني من بين كثير يعنيه أن على الحاكمين هناك أن يتسلوا بإحصاء نوبات فشلهم التي ما تنفق تزيد في غير موضع بدلا من اقتباطهم بوهم قدرتهم على إزاحة وزير للخارجية الأمريكية اسمه ريكس تيلرسون وزهوهم بأنهم أرغموا عبدالفتاح السيسي على إقامة جنازة عسكرية رسمية لحسن مبارك ولم يكن راغبا فيها وأيضا بدلا من فرحتهم بتخليقهم عيدروس الزبيدي والكيان الذي صنعوه له في جنوب اليمن وسرورهم بمحمد دحلان يدعى له بطول العمر في مخيمات قطاع غزة وبعض لبنان عندما يسعف باسمه وباسم زوجته محتاجون وفقراء بمال يعينهم ثم تمه وأنفع يفعله أولئك بدل التسرية عن نفوسهم بأشياء كهذه من قبيل أن يخبطوا رؤوسهم في الحيطان بينما تفروا ميليشيات خليفة حفتر في ليبيا من حارات في غير بلدة ومدينة هناك بعد أن استنزفت أبوظبي أموالا وعتادا وطائرات ومرتزقة من دون أن تفلح في إنجاز يحقق لأبوظبي شيئا مما تشتهيه والفشل في ليبيا هزيمة كبرى للمشروع الذي كلف الحاكمنا في الإمارات أنفسهم به في العالم وافترضوا أن في وسعهم أن ينجزوه ببعثرة المال على أغرار في السياسة والإعلام في تونس ومصر وغيرها ولو استدعت الكلفة إلغاء مهرجني السينما في أبوظبي ودبي مع شراء مرتزقة وميليشيات في اليمن وليبيا وغيرها يقطع ألاف المهاجرين الأفارقة المسافات الطويلة نحو اليمن ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانا في الماء فيلقون حدفهم أو يصلون إلى الضفة الأخرى حيث تتحطم أحلامهم بحياة أفضل في جبال اليمن وتتبخر مع سراب صحاريها وعنونا موقع الدي دابليو المهاجرون الأفارقة إلى اليمن كالمستجير من الرمضاء بالناري قال سكان على الطريق الساحلي الواقع بين مدينة عدن اليمنية ومنطقة مضيق باب المندب لدي دابليو العربية لا يكاد يمر يوم دون عبور العشرات بل والمئات من المهاجرين لا يحملون فيه الغالب سوى ما يرتدونه من ثياب وعلب مياه بلاستيكية أو حقائب صغيرة وفقا للموقع فإنهم يطلبون ممن يجدونه شربة ماء فقط ليواصلوا الرحلة ولدى توجيه موقع الدي دابليو عربية أسئلة لمجموعة متفرقة منهم وهم على الطريق عن الوجهات التي يقصدونها أفاد عدد منهم بأنهم يهاجرون للبحث عن العمل وأنهم يتخذون من اليمن طريقا للوصول إلى السعودية لكنهم علموا أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الأخيرة حاليا بسبب الإجراءات المتشددة أو المشددة إثر تفشي فيروس كورونا لذلك فإنهم سيواصلون الرحلة نحو عدن حتى حين تقول المتحدثة باسم الهجرة الدولية أوليفيا هيدون إن العديد من المهاجرين لا يدركون طبيعة الوضع في اليمن ولا يخبرونهم أن هناك حربا ومخاطر وتشير إلى أن المهربين يبيعون أحلاما للمهاجرين بشأن الحياة التي يمكن أن يعيشوها أو يوفروها لأسرهم ولبلادهم إذا وصلوا إلى السعودية كورونا يستمر في التأثير على الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية وكافة المجالات تقول صحيفة العرب الجديد شاب يمني يحتفل بزفافه على سطح منزله في العاصمة صنعه وشاركه العشرات من جيرانه رقصات البرع الشعبية والغنى على أسطح منازلهم أيضا وذلك في محاولة للابتعاد عن التجمعات في ظل استمرار تفشي بيروس كورونا المستجد في البلاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديوهات تظهر الشاب العريس وهو يرتدي ملابز زفافه ويقوم بالرقص على سطح منزله فيما كان جيرانه في المقابل يشاركونه فرحته ويرقصون على وقع فرقة موسيقية تقرع طبول البرع لقيت الطريقة تفاعلا واسعا من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا وسم عرس لاسلكي كما تداولوا مقطع الفيديو وقالوا إن تلك الخطوة تعزز الوعي المجتمعي لفكرة التباعد الاجتماعي وتراعي الإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع اتباعها كيف كافح الحوثيون مرضى كورونا بصنعه؟ يجيب الكاتب فهد سلطان على هذا السؤال في مقال نشره موقع بالقيس ما الذي فعله الحوثيون في صنعه؟ لقد زرعوا الرعب والخوف في قلوب الناس أثناء اجتياح فيروس كورونا إلى الحد الذي لم يعد أحد يثق أو يتجرأ على الذهاب إلى المستشفى للعلاج إذا أحس بالأعراض ويفضل الموت في بيته مارسوا فعليا كميات هائلة من الانتهاكات بحق المرضى والبيوت التي أفصحت عن إصابات بين أفرادها وخرجت شائعات من مطابخهم عن قتل المرضى بإبار الرحمة بل وتسجيلات مصورة توثق التعامل اللا إنساني مع الإصابات وأسرهم غاية في الجنون فانتعشت المستشفيات الرسمية بالهدوء إلا من مرضى آخرين يلاحقهم الخوف أيضا في كل اتجاه وهنا بقي الحوثيون منشغلين بقياداتهم الذين فرغوا لهم أكبر الفنادق بصنع وحشدوا لهم طاقات طبية وصحية كبيرة فيما باقي المستشفيات خصصت لمقربين منهم مستثمرين في ذلك المعونات الدولية التي وصلتهم لا يصل منها لليمنيين قيد أنم له في صنع حاليا عدد الوفيات بين السكان فاق المئات والبعض يراها بالألاف ويموت الناس هناك يوميا بالعشرات وكل أسرة تتولى التعامل مع مرضاها ومن يتوفى يدفن بهدوء ودون ضجيج وتكاد لا تسمع الأنين إلا في وسائل التواصل فقط الأزمة حتى الآن تمر على الحوثيين بسلام لانتقادات محلية وإذا وجدت فهي لا تكاد تذكر فيما الانتقادات الدولية محدودة وعلى استحياء وتطالهم بقوارس الكلم كإسقاط واجب لا أكثر خبر سار نطالعه من موقع سي بي سي حيث أعلنت إحدى الدول العودة إلى الحياة الطبعية بشكل كامل وعنون الموقع نيوزلندا تعلن القضاء على فيروس كورونا بعد شفاء آخر مريض رئيسة وزراء نيوزلندا جيسيندا أردن قالت إن آخر مريض في بلدها قد شفي ما يعني أن نيوزلندا أصبحت خالية من فيروس كورونا وأنها سترفع جميع تدابير الاحتواء بالسثناء الضوابط المفروضة على الحدود مما يجعلها واحدة من أوائل الدول التي تتخذ تلك الخطوة وقالت إن المناسبات العامة والخاصة وقطاعية تجزئة والثندقة وجميع وسائل النقل العام يمكن أن تستأنف من دون قواعد التباعد الاجتماعي التي لا تزال مطبقة في معظم أنحاء العالم وأضافت للصحفيين في حين أن المهمة لم تنتهي لا يمكن نكران أن هذه خطوة كبيرة شكرا نيوزلندا نحن على ثقة بأننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزلندا في الوقت الراهن لكن القضاء عليه ليس مرحلة زمنية إنه جهد مستمر وبينما تمكنت الدول أو الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي وهي نيوزلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين تقريبا من القضاء على هذا الوباء يعاني اقتصاد دول كبرى مثل البرازيل وبريطانيا والهند والولايات المتحدة جرى تفشي الفيروس حذر علماء من أننا خلقنا بيئة مثالية تساعد على انتقال الأمراض من الحياة البرية إلى البشر وانتشارها بسرعة في جميع انحاء العالم ويسرع تدخل البشر في الطبيعة من حولنا من احتمالات وقوع ذلك وعنونا موقع البي بي سي فيروس كورونا لن يكون الوباء الأخير وتأتي هذه الفرضية من خبراء دوليين في الصحة يدرسون كيفية وأمكنت ظهور الأمراض الجديدة وقام العلماء بتطوير نظام للتعرف على أنماط الأوبئة بهدف التنبؤ بالأمراض الموجودة في الحياة البرية التي تشكل أكبر نسبة من الخطورة على البشر ويشرف على ذلك علماء في جامعة ليفربول بمملكة المتحدة وتأتي هذه الجهود في إطار مساع دولية لتطوير طرق للاستعداد بشكل أفضل لاحتمالات تفشي الأمراض في المستقبل قالها البرفسور ماتيو إبليس من جامعة ليفربول لبي بي سي نيوز في السنوات العشرين الماضية كانت لدينا تهديدات كبيرة سارس، ميرس، إيبولا، فلونزا الطيور وفلونزا الخنازير وأضاف لقد هربنا من خمس رصاصات لكن السادسة أصابتنا وأوضح هذه ليست آخر جائحة سنواجهها لذا نحتاج إلى النظر عن كثف الأمراض الموجودة في الحياة البرية صورة أو صور متنوعة وساحرة للحيوانات المناظر الطبيعية والمظاهرات نتابعها من خلال هذه الصورة المختارة من صحيفة واشنطن بوست ترجمة نانسي قنقر أعداد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر وبهذا نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء